أن تبقى الحقيقة حية هدف لا يزال يقف أمامه الكثير من العوائق في ظل الاستهداف المتكرر للصحفيين حول العالم منظمة اليونسكو وفي معرض تقريرها عن الانتهاكات الصحفية قالت إن قرابة 90% من الأياد ملوثة بدماء 1109 صحفيين بين عام 2006 و2018 لم تتم إدانتها مشيرة إلى أن السنوات الخمسة الماضية شهدت زيادة بنسبة 18% في معدل جرائم القتل المرتكبة ضد الصحفيين أما في اليمن وفي ذكرى اليوم العالمي لمناهضة الجرائم ضد الصحفيين وإنهاء الإفلات من العقاب تقول تقارير صادرة عن نقابة الصحفيين اليمنيين أن حالة الانتهاكات للحريات الصحفية في البلاد من قبل ميليشيا الحوثي والأطراف الأخرى لا تزال مستمرة حيث سجلت تقارير السابقة مقتلى نحو 30 صحفيا وتشمل الانتهاكات التهديد بالملاحقة القضائية والتوقيف والسجن وحرمان الصحفيين من الحصول على المعلومات وعدم التحقيق في الجرائم المرتكبة ضدهم وعدم مقاضات مرتكبيها ويحمل التقرير ميليشيا الحوثي المسؤولية عن أغلب الانتهاكات التي لحقت بالصحفيين فقد سجلت تقرير 39 حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد الصحفيين وأمام حالات التنديد بالانتهاكات المستمرة ضد الصحفيين لا تزال ميليشيا الحوثي تواصل اعتقال العشرات منهم في سجونها دون تهم حقيقية الأمر الذي يضع تساؤلا حول جدية المنظمات الدولية ليس في الضغط من أجل إنهاء محاكماتهم فقط بل ومنع المجرمين من الإفلات من العقاب